وعندنا لعب اخر يا فارس انا بقول دايما كده لو انت لعب محترف قول انت محترف بدرجة كم من علي معلول صحيح متفق معاك علي معلول كمان الاحتراف في العقلية على مدار السنوات السبات في المستوى انا دايما بقول ان في نظرية يا جماعة بتتكلم ان فنيا اللاعب اللي بيقدي مباراة بامكانيات 90% ومباراة بامكانيات 10% مش ده المفضل لأي مدرب كبير اللاعبين اللي زي معلول كرة القدم كلها بتتمحور حوالين اداءهم وافكارهم لو استعرضنا الصورة علي معلول المسم ده 6 مباريات صنع فرص محققة 17 اهداف متوقعة 2.23 سجل هدفين صنع 5 اهداف محاولات على المرمى وهو ظهير ايصر 12 محاولة على المرمى منهم 4 انتارجت زي ما بنتكلم كمان الفكر الفني انا تختلف تتفق على الظهراء الظهير الايصر في النادي الاقلي تاريخيا لكن كل واحد لاحتة معانا انا بالنسبة لي الخارق للعادة والاكثر تكاملا في تاريخ اي زهير ايصر داخل النادي الاقلي من وجه النظر ايوه محمد عبوهام ضربات سابتة دفاع هجوم تسجيل اهداف كل حاجة في رأيي يليه علي معلول القيمة السابتة جيل بيرتو لكن توظيف جيل بيرتو كان في مكان مختلف اساسا على المكان اللي كان بيلعب فيه او حتى مع منتخب انجولا تظل القيمة التاريخية الجيل بيرتو موجودة ولكن انا في رأيي علي معلول حتى رقميا تجاوز اي حد داخل النادي الاقلي وبعيد عن رقمان يا فارس واستكمالا لرقميا علي معلول بقى مصدر الثقة لكل لعبي النادي الاهلي كل لعب للنادي الاهلي بيحاول يبقى الزاوية قدامه مفتوحة هتلاقي علي معلول دايما خيار متاح خيار مناسب علي معلول اللي بيقدر ينقلك الهجمة علي معلول اللي انت لو فيه ازمة وقت الضغط العالي من اي بفريق منافس بيقدر يتحرك مع والباس مع اي لعب من وسط الملعب تلاقي علي معلول متواجد دايما علي معلول لو الدنيا قفلت معاك قوي والمباراة مش رادية تمشي علي معلول يسجلك هدف يفتح لك المباراة على الرابع علي معلول قيمة وقامة كبيرة علي معلول بالفعل بقى معيار الاحترافية لاي لعب في مصر فبالتالي ايجادتك تحسبها انت كام من علي معلول